السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات التربية الإيمانية ووصلت مع حضراتكم إلى ثمرات الإيمان وثمر الرابع التأييد الإلهي الله عز وجل ومالك الكون وربه ومدبر أمره لله ما في السماوات وما في الأرض لا يوجد له شريك في ملكه يفعل ما يشاء يقدم ويؤخر يقبض ويبسط يخفض ويرفع يعز ويذل قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن كان البشر كلهم أمام الله سواء فلا أفضلية لجنس أو قبيلة أو لون إلا أنه سبحانه وتعالى يزيد من إكرامه وعنايته ورعايته للمؤمنين الذين يحبونه ويؤثرونه على هواهم قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أحبتي في الله الكرام على قدر الاستقامة إن أكرامكم عند الله أتقاكم قال تعالى وَأَلَّوِيْسَقَامُوا عَلَى الطَّارِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا أَنَّ غَدَقَا وكلما ارتقى العبد في سلم الإيمان ازدادت ولاية الله له وهو يتولى الصالحين وفي الحديث القدس ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هذه الولاية والكفاية تشمل الفرد المؤمن وتشمل المجتمع المؤمن فعلى مستوى الفرد أحبتي في الله يتولى الله عز وجل أمور عبده المؤمن بما يحقق له مصلحته الحقيقية ويجلب له السعادة في الدارين وفي بعض الأحيان قد تكون من مظاهر تلك الولاية التضييق على العبد في أمور الدنيا إلا أنه تحمل في طياتها خيرا كثيرا وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب محمد بارك الله فيكم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه على مستوى الأمة في محيط الأمة فلا يكفي إيمان بعض الأفراد هنا وهناك لكي تتحقق بهم الولاية والنصرة للأمة فالأمة كالجسد الواحد لا يكون صحيحا إلا إذا صحت جميع أعضائه بمعنى أن وجود أفراد صالحين في ذواتهم لا يكفي لاستجناب المعية والنصرة الإلهية بل لا بد وأن يقوموا بالعمل على إصلاح غيرهم بإذن الله وأن يبذلوا غاية جهدهم في ذلك من خلال العمل على تقوية الإيمان في قلوبهم وتصحيح التصورات والمفاهيم الخاطئة في عقولهم ودفعهم إلى طريق التواضع ونكران الذات وتعويدهم على بذل الجهد في سبيل الله وعندما تشيع معاني الصلاح في الأمة ويرتفع منسوب الإيمان في القلوب ولو بنسبة معقولة تتيح للمسلم اتخاذ قرارات التضحية ببعض شهواته ومصالحه من أجل ماذا أحبتي في الله من أجل نصرة دينه عندئذ يتحقق موعود الله بنصر الأمة بإذنه سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وتاريخ الأمة خير شاهد على أنه عندما يغلب الإيمان والصلاح على جيل من أجيال الأمة فإن النصر يكون حليفهم والتأييد الإلهي لا يتجاوزهم انظر إن شئت إلى آيات القرآن وهي تقرر وتؤكد على هذا المعنى في قوله تعالى وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا هذه في آل عمران الآية 120 وقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين هذه أيضا في آل عمران الآية 125 فالآية تؤكد أن الملائكة ستنزل سريعا لتؤيد المؤمنين وتقاتل معهم فور تحققهم بالصبر والتقوى وفي المقابل فعندما يغيب الإيمان ينقطع التأييد الإلهي ويترك المسلمون لأعدائهم ليسوموهم سوء العذاب لا إله إلا الله الوعد الحق أحبتي في الله الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالغلبة والنصر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا الوعد القاطع متى يتحقق؟ متى؟ استقر أو استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة ونظاما كاملا في كل حياتهم وتجردا لله في كل خاطرة وحركة وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة عندئذ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقع واحدة تخالفها ففي أحد مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي الطمع في الغنيمة كما مر معنا في مجالس التدبر لو تذكرون أحبتي في الله ومن يريد الاستزادة فليرجع إلى قائمة التشغيل مجالس التدبر وليراجع صفحات 69-70-71-72 وفي حنين كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها وانسيان السند الأصيل ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لو وجدنا شيئا من هذا نعرفه أو لا نعرفه أما وعد الله فهو حق في كل حين نعم أحبتي إن المحنة قد تكون للإبتلاء ولكن الإبتلاء إنما يجيء لحكمة هي استكمال حقيقة الإيمان ومقتضياته من الأعمال كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالإبتلاء والنجاح فيه جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين وحين يقرر النصر القرآني أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل إنما يدعو المسلمين لاستكمال حقيقة الإيمان في قلوبهم تصورا وشعورا وفي حياتهم واقعا وعملا وأن لا يكون اعتمادهم على العنوان فالنصر ليس للعناوي إنما هو للحقيقة التي وراءها وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك الإيمان صلة بالقوة الكبرى التي لا تضعف ولا تفنى وأن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة ثانية أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعا غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان إن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتودة المحدودة أن تقهرها وأقف هنا أعلني إن شاء الله في حلقة القادمة أتكلم مع حضراتكم عن نماذج للولاية والتأييد الإلهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته